دكتور صبحي، مصر لعبت دور مهم جداً وهو دور طويل وتاريخي لأجل قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة لكن في نفس الوقت، الدور اللي لعبته مصر من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هو دور حالة دون تصفية القضية وده محتاج يمكن تحليل وشرح وإضاح من حضرتك طيب، مساء الخير يا سيد يوسف، خليني يعني أحاول أربط الكلام المقدمة العظيمة اللي حضرتك هاملتها عفوا فقدم الله يخلي بكمان الدور المصري لأنه أنت عارف طبعاً وكلنا عارفين الدور المصري دائماً مستهدف مش النهاردة بس طول الوقت عبر سنين كتير كان الدور المصري مستهدف بالذات في القضية الفلسطينية وأكيد كل استداد المشاهدين سمعوا كلام كتير قوي من إشاعات وكلام يستهدف الدور المصري باختصار زي بالزبط من أنت بتستهدف الحج بريم العرجاني السؤال ليه؟ لأنه أنا بسميها فيه روحة نشان كده ضمت كل مؤيدي هذه الدولة هذا كنت واحد منهم إعلاميين كتير مؤسسات كتير أي حد دعم لهذه الدولة دم ضمه لهذه اللوحة بتاعة النشان طيب الحج بريم العرجاني باختصار شديد عنده اتحاد قبائل سينة وقبائل سينة ودورها التاريخي في القضية اللي احنا بنتكلم عليها دي وفي دعم الدولة المصرية في حرب 67 ثم 73 الدور يعني نقدم نحكي فيه كتير جداً لقبائل سينة ثم اتحاد قبائل سينة ثم اتحاد القبائل العربية دلوقتي اللي يضم اتحاد قبائل سينة مع القبائل العربية اللي موجودة في مصر كما أعلن الأستاذ مصطفى باكر المتحدث الرسمي باسم هذا الاتحاد إنه عندنا قبائل العربية موجودة في مطروح موجودة في السلوم موجودة 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 هذا الاتحاد هيدمها كلها إذن هنا دخل لوحة النشان ليه لقى لوحة النشان لأنه بقى الدعم أقوى وأكبر وأوضح للدولة المصرية فلازم يستهدف لازم يكون يتحط في لوحة النشان ولازم يستهدف لأنه مطلوب يعني خلينا أقوله حرمان هذه الدولة وهذه التجربة من كل دعمها أو زي ما حضرتك استخدمت الاغتيال المعنوي لكل من يدعم هذه الدولة بالكلمة أو بالفعل أو بالعمل أو بأي تأييد كان مطلوب أنه يتم استهدافه من هنا زي ما حضرتك سألت السؤال الصعب هو ليه دي الوقت ليه دي الوقت مواتحاد قبل سينة طول الوقت شغال صحيح لو أنا غضبان أظن لأنه كلنا نعلم بأنه سينة كانت مهمشة للأسف الشديد لعقود في عهود سابقة صحيح والآن خرجت بر دائرة التهميش إلى بقرة للتمام صحيح وهنا كمان لازم تنضمها كمان لوحة التنشين يعني طول الوقت بعض الناس يمكننا لهم الأرقام اللي بتتصرفها متكلم على ستمائة أو سبعمائة مليار جنيه يرصدوا لتنمها في سينة واللي أنت بتعمله في سينة كلها فيطلع لك بقى أفكار أصلهم بيهجروا الناس أصلهم بيهدوا أصلهم بيعملوا أصلهم بيسووا حتى وإنت بتحني أمنك القوم إذن حتى تواصلك مع سينة هو نفسه مستهدف طيب السؤال دلوقتي لحضارك ترحته بتاعه هو ليه دلوقتي ليه دلوقتي باختصار لأنه الأمن القومي والحدود المصرية وبالذات في منطقة سينة ملتهبة جدا حد يقول إحنا موجودين إحنا ولاد سينة إحنا السينويين إحنا اتحاد قبائل سينة إحنا اتحاد القبائل العربية موجودين في دهر الدولة دي فيطلع كل الإشاعات يقول لك لا 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 دول هيبقى فصيل مسلح دول هيبقوا دولة دول هيبقوا ملشيا مسلحة دول هيبقوا كذا دول هيبقوا كذا طيب ما بقوش استنى بس عليهم شوية استنى خلينا نشوف إنما هو تاني عاوز يستهدف الدور المصري وأي حد يدعم هذه المنطقة لأن الموضوع ملتهب وده اللي حضارك سألتنا علينا نخش على موضوعنا إنه سينة طول الوقت خلينا نقول مستهدفة طول الوقت هي ناس عينها عليها طول الوقت وسينة دايما البوابة الشرقية المصري حضارك عارف هي دايما جلة منها يعني مشكلات كثيرة هي دايما بوابة لعبور بعض المشكلات لمصر الأزمة اللي احنا موجودين فيها من 7 أكتوبر فتحت هذا الموضوع كما لم يفتح من قبل في الحقيقة لأنه إذا حصل وعشان كده الرئيس عم بفتح السيسير سيسير من أول يوم من أول يوم وأنا دايما أحيي هذه الرؤية الثاقبة من الأول من الأول وحتى للسياسة المصريية نفسها من يوم الأول يوم 8 أكتوبر مصر قالت لا لتصفية القضية الفلسطينية لا للتهجير الأول لا لتصفية القضية الفلسطينية ولا لتصفية على حساب الأمن القوم المصري لأنه التلاتة دول مرتبطين ببعض يعني مفيش تهجير للفلسطينيين ولو حصل والفلسطيني واحد فلسطيني نفسه إذا افترضنا جدلا أنه قرر أنه يهاجر يكون بس مش على حساب الأمن القوم المصري ولا على حساب مصري لأنه مصر رفض التهجير القصري والطوعي والطوعي مطبطين ببعض لا للتهجير لا تصفيت القضية لانك ما تهجر الناس قصري او طوعي معنا انك بتنهي هذه القضية وده اللي قاله الاخ المتطرف اللي موجود في الحكومة الاسرائيلية دلوقتي بتثقيل سيموتريتش هو قال ده قال هي الفكرة كلها قال الكلام ده من 87 على فكرة في الكنيسة الاسرائيلة قال لهم ايه طول ما الفلسطينيين قاعدين في الارض دي فالامل موجود مهما طال الزمن هيفضل الامل موجود الحل ان احنا نقطع الامل عندهم نخلق عندهم حالة يأس تبقوا اليأس ده يجي ازاي نقطع الصلاة بينه وبين الارض اذا هاجر من الارض او ماشينا من الارض دي ينتهي هذا الحل وده اللي مصر وقفة ضده قولا واحد وعلشان كده كل ما مصر بتقف وكل ما مصر بتعلن وتؤكد هذا الموضوع يستهدف الدور الامصر وتلاقي كل الاشاعات وكل الحملات مش بس حتى من الجامعات الارهابية والجامعات المنوئة او محور المقاومة من الاسرائيليين نفسهم وحتى من ولاية المتحدة الامريكية وصحف الولايات المتحدة الامريكية تلاقي اخبار كتير وكلام وافتراءات ومزاعن غ حقيقية لأن مصر وقفة بتقول لا مش هتتصفى القضية الفلسطينية ولن تكون مصر يهم الأيام لا شاهدة ولا مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية والعنوان العريض اللي بيضم الكلام ده كله اللي الرئيس السيسي قاله قبل كام سنة بعد ما جاء على طول إنه هو يدير سياسة خارجية بشرف في زمن أنا بضيف عليها في زمن عز فيه هذا الشرف ولما تقعد وحضرك قادرة وعارف ده كويس مع كل فلسطينيين يقول لك وكلهم بيعترفوا من أول حماس لحد فتح وما بينهم أن الطرف الوحيد في هذه المنطقة الذي لم يتاجر بهذه القضية هو الطرف المصري وبيسلموا كل حاجة للطرف المصري بتحت الخلافات راحة جاية إنما طول الوقت مصري موجودة داعمة للخيارات الفلسطينية وعلشان كده تبقى أنت دايما الشوكة اللي في ظهر كل المخططات اللي بتتم زي بالضبط ما كانوا بالمناسبة لحدها كلمت عن الجماعة الإرهابية والجماعات اللي تستهدف مصري يعني هي الشوكة كتفين هي العقبة الكبيرة كتفين كتف مصر إذا أنت فصت بمصر يتحقق المشروع إذا ما فصتش بمصر يفشل المشروع وهذا ما حدث في 2014 لما 2013 لما الثورة قامت وزيح الإخوان سقط المشروع الإخواني تماما ما بقاش موجود وانتهى الموضوع لجل إسرائيليين نفس القصة إنت عندك مشروع يحلموا إنهم يصفوا هذه الأرض تماما ويهجروا الفلسطينيين مين اللي واقف في الموضوع ده ومين اللي يقدر يقف في الموضوع ده ما فيش جر مصر إذا مصر قالت أوكي على التهجير مثلا العملية سهلة جدا مصر وقفت ضد التهجير تحصل كل المشاكل إذن لازم تستهدف مصر لأنه دور طول الوقت إنت اللي حفظت يا أستاذ يوسف سواء حربا أو سلما إنت اللي حربت عشان القضية دي وإنت اللي دخلت سلمه برضو عشان الأرض دي عشان القضية كلها وعشان الصراع اللي حضرتك سميه الصراع العرب الإسرائيلي كله وطبعا حضرتك قادرة أذكر حضرتك الخيارات يما قالولنا أنه مصر خرجت من المعادلة ومصر خرجت من اللعبة ومصر راحت ومصر 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 ثم تاني جاء الجميع إلى الرؤية المصرية وما كانتش يعني أنا أذكر حضرتك بحاجة لحدك كانت مدهشة جدا جدا إحنا بعد مبادرة السلام وبعد زيادة الرئيس السادات وبعد ما عملنا معاهدة السلام تسعة وسبعين وحصلت المقاطعة العربية لمصر والهجوم على مصر وووووو الناس ما خدتش بالها أنه في سنة 82 مؤتمر فاس في المغرب مؤتمر قمة العربية فاس 82 نتكلم بعد سنتين سنتين ونص تقريبا بيتبنى بيتبنى مبادرة الملك فهد لتسويت هذا الصراع على أسس السياسية وأسس السلمية أساسا ثم نيجي بقى ونمشي من 82 ونمشي في هذا الإطار اللي هي أصلا الرؤية المصرية لتسويت هذا الصراع اللي هي القائمة زي ما كلنا عارفين وحفظين دلوقتي حل دولتين على حدود الرابع أو على خطوط الرابع من يونيو 67 قدس الشرقية عاصمة هذه الدولة ولا حل غير ذلك رئيس السيئة قال الكلام ده كان مرة ألف مرة وقاله في الأمم المتحدة وكلم الإسرائيليين وكلم كل جعوب العالم صحيح لا أمن ولا استقراب في هذه المنطقة إلا لو سوينا القضية دي وتسويت القضية دي بشكل عادل وشامل عشان نحصلش كل اللي بيحصل ده تاني لازم تقوم دولة فلسطينية ولازم حلم الفلسطينيين نتحقق في دولة فلسطينية الفلسطينيين نفسهم تعبون يعني حماس في انقلابها في 2007 لما نشقوا لإخوة الفلسطينيين وبقى فيه الضفة وفيه غزة إحنا يعني راح مننا مجهود كبير يا أستاذ يوسف في هذا الموضوع علشان نقدر نرجع الفلسطينيين تاني لبعض علشان يبقى فيه وحدة صف ووحدة صوت لأنه بنيمين نتنياهو اللي موجود دلوقتي اللي هو عامل كل اللي عامله عشان حماس عشان يغزى هذا الانقسام كان طول الوقت هو بيتهرب من المفاوضات هو واللي قابله كان العنوان الكبير أكلم مين يعني أنا ما كلم فلسطينيين أعمل اتفاق مع مين أعمله هنا ودول مش راضيين طول الوقت كان يقولك ما فيش شريك فلسطيني للسلام طول الوقت خدوا هما المقولة دي وابتدوا يشتغلوا عليها عشان كده مصر قالت إنه لازم نعمل مصالحة فلسطينية وعشان كده مصر اشتغلت على مصالحة الفصائل لها المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بازلنا فيها مجهود والأجهزة المعنية والأجهزة المعنية في مصر يعني تحملت الكثير والكثير في ظل هذا الموضوع هقول لحضرات برضو تاني مشهد واحد صغير مصر في عزة أزمتها في عزة أزمتها بعد 11 يناير 11 بقى أربع شهور مصر مستش القضية دي مصر عملت واحد من أهم الاتفاقات اللي مازال بيستند عليه حد الوقت بين الفصائل الفلسطينية ورعت وحضرت الفصائل الفلسطينية كلها في مصر ووقعت على اتفاقات واحد من أهم الاتفاقات ويقول إن دولة في ظل هذا الانشغال وهذا مؤسستها شايف القضية دي لأن القضية دي طول الوقت بقول دي قضية هم مصري أساسي قضية داخلية مصرية نحن اللي نتعامل لأساسي يوسف مع القضية الفلسطينية بعتبرها قضية خارجية أو قضية على الحدود وخلاص خالص خالص هي قضية نحن المركزية بالضبط جدا والرئيس بنفسه وصف ده قال هي قضية نحن المركزية طيب أنا هستأذن يا دكتور الصبحي هروح لفاصل سريع جدا وعد وهنرجع نكمل الكلام مع حضرتك ويمكن يبقى فيه عندنا مثلا مدخل حتى ما بين المقدمة اللي أنا قلتها وما بين الكلام بتقول حضرتك مصر بتشتغل على إنه سيناء جزء لا يتجزأ من إجمال القطر المصري بعد سنوات وعقود وعهود طويلة من التهميش وده جزء رئيسي في الحيلولة دون تصفية القضية زي ما حتى قلت ولأنه كان فيه محاولة لتصفيتها على حساب أمن القوم المصري فهيبقى أهجر الناس من فلسطين أوطنهم في السيناء إلى أخير فاللي بيهاجم دلوقت اتحاد القباية العربية اللي بيهاجم بقى الحج إبراهيم اللي بيهاجم أي شكل من أشكال التنمية هو عاوز سيناء فاضية جمعنا واحدة وده الجماعة كانوا عاوزين يعملوه هما موجودين الجماعة الإرهابية وهم موجودين كان فيه كلام يبلغوا الرئيس قبل عباسة بمزم بالكلام ده وقال الرئيس مخود عباسة وكان وقتها محمد مرسي نازال حيا يرضق قال ومساعدة أوجهه بالكلام هذا صحيح خلوني أروح للفاصل ونرجع نكمل كلام خلوني أجدد ترحيب مرة تانية بدكتور صبحي عسيلة الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بلو أحد أهم خبرائنا كمان وهنا زي ما كنت بقول لحياتك عطول قبل الفاصل قد يكون هناك مفارقة ما أو بالأدق هو هناك فيه نقط دقتل انطلاقي يعني الهجوم على اتحاد القبائل العربية والهجوم على الحج إبراهيم العرجاني وكأن هؤلاء المهاجمين عايزين سينة فضية وتفضل طول الوقت في دائرة التهميش زي كل العقود والعهود الماضية لأن سينة إذا فضيت أصبحت جزء من عدلة التصفية طيب هو السؤال دلوقتي زي ما بدأنا به ولي دلوقتي ليه لأن فيه كلمة بقت موحدة لسينة يعني بقى فيه حد بيتكلم بإسم قبائل سينة بإسم الناس بتوع السينة بإسمه هيقول لأ بقى موجود طيب بقى فيه عندك التنمية اللي كنا بنتكلم عليها الدولة راحت واخترقت بمعنى كلمة اخترقت سينة سينة طول الوقت احنا بنغني لها طول الوقت كان كلام ومشروعات تنمية سينة على فكرة كانت حبيثت الأدراج طول الوقت موجودة في كل مؤسسات الدولة كانت موجودة أعظم مشروعات وكل 25 إبريل نقول إن شاء الله السنة الجاية هنجي نلاقي المكان كذلك وتنمية سينة أمن قومي وتنمية سينة أمن قومي وتنمية سينة أمن قومي إن ما عملناش أي حاجة من الموضوع ده أو ما عملناش حاجات كبيرة في الحقيقة يعني ثم بيجي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ياخد كل الملفات دي بكل المشروعات زي ما عمل في كل المشروعات اللي عندنا ويروح يخش يختارط بجسارة ويعمل هذا الموضوع ويربط سينة بخمس ست شرايين أساسية علشان سينة يمن قول إنها جزء لا يتجزى زي محضرك قلت من أرض مصر من الشعب المصري من الأمة المصرية يبقى حقيقة تقدر تروح سينة وتجي من سينة وتعمل كل حاجة ثم تبقى مشروعات التنمية نفس الخريطة اللي بتتعامل في كل الوطن هي نفس المشروعات اللي بتتعامل في سينة هي نفس المشروعات اللي بتتعامل في الصعيد علشان كده بقول إن المشروع التنمية اللي بمن الرئيس السيسي هو مش بالتوالي هو موجود على التوازي التوازي في كل ربوع الوطن وعلشان كده طول الوقت الصعيد بيتكلم على إنه نالوا جزء عظيم طول الوقت الناس تتكلم عن الصعيد وخلاص الصعيد بيحصل فيه إيه دلوقتي سينة بيحصل فيها إيه دلوقتي إذن الدولة اخترقت وراحت هنا زي ما بيقولوا إيه أنت ترد الموضوع يعني قبائل سينة كمان بقوا حسين بهذا الامتنان هذا الامتنان لابد أن يعبر عنه لازم حد يتكلم عن سينة لما يجي حد يفتاري أو يطلع إشاعة على إن سينة مش عاوزة أهالي سينة مش عايزين أهالي سينة رفضين أصبح صوت هناك أصبح فيه صوت متوافق عليه دلوقتي معروف لما هيقول كلام يبقى الكلام ده بيعبر عن أهالي سينة طيب هو حضرتك حتى وإنت بتقول في المقدمة تاني الجميلة اللي حضرتك قلتها هما بيقولوا إنه يتحول لحزب ما أنا بسأل السؤال بشكل عكسي وحتى لو يتحول لحزب إحنا عندنا قانون على فكرة في البلد دي قانون ده بيقول أي حد أي حد أي حد في مصر يستوفي الشروط الموضوعة لتأسس حزب يأسس حزب يعني حتى وإن أعضاء في مجلس المجرد صحيح من شمال سينة ومن جنوب سينة وبيمثلوا كل المناطق اللي موجودة هناك وكل دوائرها الانتخابي وأعضاء في أحزاب كثير أنا أصدأ أقول لحضارك الشوشرة دي جاية إيه أنا ليه طريقة كده في الرد على الناس أقول له وماذا بعد يعني طويل يمنع المهندس المهمة عرجانة أو أي حد في سينة عايز يعمل حزب أنه يعملوه يعني يعني إيه الموضوع إنما هل حزب السينة هو هنا الغرض هل هيو يعمل حزب السينة غير صحيح القانون لا يسمح القانون لا يسمح أنه يتعمل حزب السينة ولا حزب للمينيا ولا حزب الشرقية القانون لا يسمح طبعا إذن هنا تاني الإغراض وإنك تشوشر وتملأ الفضاء بكم من الضباب يحجب الرؤية الأساسية فيقول لك يرمي لك موضوع الحزب يرمي لك أنه يبقى فاصيل مسلح هتبقى من الشياء مسلحة هنبقى عاملين زي دول تانية هو الجيش مش قادر هو الجيش مش كذا يبدأ البلبلة طول الوقف في الموضوع بينما الجميع يعرف إن اللي واقف في الموضوع ده ويقود التنمية ويقود الدفاع عن سينة هو الجيش المصري هو اللي بيتحرك هو اللي بيعمل كل حاجة هو اللي الرئيس السيسي قال عليه قبل كده يعني أنا مش عاوز أستخدم التعبير إنما الجيش المصري اللي شايل يعني أنا مش عارف يعني مش عارف أقول التعبير بس هو شايل الهم كله كله سواء في الداخل أو الخارج والسحار الأساسي يجب أن تبنيه ده تحمل السلاح إذن إنت هو عاوز يشككك في قدرة الجيش المصري فيقول لك أكدنا بنعمل ميليشيا كما لو كنا إحنا محتاجين ميليشيا مصر عمرها معرفة الميليشيا ولا هتعرف الميليشيا طول الوقت ولا طبيعة مصر كده ولا عقيدة جيشها كده ولا بناء البناء السياسي والزهني بتاع الجيش المصري والدولة المصرية كده سحر الإطلاق دكتور صبحي نورتني النهاردة وشرفتني وآسف جدا برضو على الإطلاق وأتمنى أن احنا نتوقع كتير لأنه الموضوع الشديد الأهمية قضيتنا المركزية لازلت حاضرة وسوف تظل حاضرة طول الوقت وبالتالي احتياجنا ليك هيستمر طول الوقت وتنورنا وتشرفنا دايما يمكن حتى على مقولة دكتور صبحي عسيلة بقول لكوا يا جماعة اللي ما يعرفش اللي ما دخلش الجيش واللي ما شافش الجيش واللي ما يعرفش الجيش أنا بظن أن دي مشكلة كبيرة لأنه عملية إحنا الجيش عندنا جيش إلزام يعني وبالتالي إحنا تقريبا 110 مليون مواطن فإحنا تقريبا كلنا دخلنا الجيش يعني أي حد عنده أخ ولد فبالتأكيد دخل الجيش واللي ما عندوش أخ ولد فهتلاقي فيه مننا كتير جدا زباط جيش حلو كده؟ طيب ممكن تروح تتفرج على فيلم السرب هتعرف بس الجيش المصري ده إيه رجالته عاملين إزاي وبيتحرك إزاي وقدرته إلى أي مدى طب أنت روحت فيلم السرب يا يوسف أنا شفت فيلم السرب من الجلدة للجلدة بكرة بقى بعد إذنكو يعني فكروني أحكي لكو حدوتة فيلم السرب عشان تعرف مين هو الجيش المصري وقدرات الجيش المصري ومصر اللي عمرها مسابة حق إعيالها وعزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة يجب 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 عليك أنطرب ما بين الهجوم على إبراهيم العرجاني والهجوم على التحاد القبال العربية ومحاولات تصفية القضية اللي عاوزين يصفوا القضية عايزين سينة فاضية فلعايزين اتحاد ولعايزين تنمويين ولا مستثمرين ولا شخصيات وطنية فأدت عيالها خلصت الحلقة الحد كده بس ما خلصش الكلام وحالا يكون موجود معنا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة وبالمناسبة أول كم دقيقة في الحلقة انفراد لكريم رمزي كما جرت العادة استنونا وإحنا لو كلنا العمر لقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة